تشهد الاسواق اليمنية كميات كبيرة من المواد الغذائية والدوائية المقربة والمنتهية الصلاحية وغير القابلة للاستخدام الادمي ففي محافظة مأرب التي تشهد ازتحاما سكانيا كبيرا وحركة شرائية نشطة تزاحمت على ابوابها المواد المنتهية والفاسدة القادمة من السعودية وعمان والامارات عصائر وحليب وحفاظات اطفال ومساحق وادوية بكميات هائلة تتجه صوب مأرب قادمة من دول الجوار عبر المنافذ البرية لليمن دون ان تجد احدا ليوقفها طبعا الساعة عشر مساء جاء احد السائقين القواطر الذي مرقم عليها السعودي تمام واستدعى اثنين عمال من عمال المصنع ينفلو له بضاعة فنفلو له البضاعة تقريبا ثلاثمائة كرتون من التمر المنتي هذا فدال العمال اثنين كراتين بشقاهم تمام فاكتشفنا ان هذا التمر المنتي من عام الفين وسبعتاش تشير مصادر رسمية الى انه خلال تتبع السجلات التجارية والبيانات الجمركية للمواد والسلع المنتهية والمقلدة والمزورة بخلاف السلع المهربة في مارب فانها تأتي مصرحة بدخولها عبر منفذي الوديع الحدودي مع السعودية ومنفذي نشطون الحدودي مع دولة عمان وسبقوا ان خطب مكتب التجارة والصناعة في مارب الوزارة وتم اطلاعهم على ما تتعرض له البلاد من اغراق الاسواق بالمواد المنتهية والمهربة من قبل تجار لا يهمهم سوى الربح وجني الاموال على حساب سلامة المجتمع والمستهلك نظرا لجشع بعض التجار يتم الشراء من السوق المحلي سواء للسعودية أو الإمارات أو عمان من السوق المحلي وكذلك المواد أو الصفقات التي صفقات خاصة في اطار المولاة الكبارة التي تم تصفيتها من قبل حماية المستهلك لهذه البلدان حيث يصرف البضاع التي بحسب النظام المحدد لهم ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر يتم مصادرتها أو يتم التخلص منها ونزولها فيها عرض فيستغل بعض التجار هنا هذه المرحلة فيتم الاستيراد أو الشراء بكميات ويتم إدخالها إلى اليمن ونظرا لغياب دور الهيئة العامة المقاسة الذي لا ندري إلى الآن ما هو سبب غيابها إلى الآن وهي من المفروض أن تكون هي العين الساهرة على حماية المستهلك وليست وحدها عملية التهريب من تتسبب بإغراق البلاد بالمواد المنتهية فإن قشع التجار بحسب الجهات الحكومية ولهفهم وراء الربح المضاعف هو من يعمل على مفاقمة هذه الإشكالية التي يدفع ثمنها المواطن والمستهلك حيث تفيد إحصائيات لمكتب الصحة في مأرب فإن قرابة خمسة آلاف شخص أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم مواد مهربة ومنتهية الصلاحية تم ضبط عدد كبير من المخالفات منذ بداية العام 2019 تم ضبطهم في السوق وهذه المخالفات تعتبر عن مواد استهلاكية غذائية ودوائية ومواد غش تجاري وتم إتلافها بشكل عام وتم اتخذ الإجراءة اللازمة ضد المخالفين وبحكم حضور نسبي لمؤسسة الدولة في مأرب فإنها تتفوق بحسب إحصائيات رسمية عن باقي المحافظات في محاربة التجارة الغير قانونية وتجارة السلع المنتهية والفاسدة بأصنافها حيث لا تزال بحاجة إلى بدل مزيد من الجهود حتى تجتث تجارة المنتهيات ومواجهة التهريب المستمر والاستيراد المتواصل لتلك السلع القاتلة من الأسواق التجارية في الدول المجاورة